كر وفر اتهامات متبادلة وتضارب في التصريحات اعلان اوكراني باستعادة السيطرة على بعض المدن والبلدات يقابله نفي روسي وادعاء ببسط نفوذ واستقرار الاوضاع هكذا بدأت الامور منذ بداية العملية العسكرية الروسية ضد اوكرانيا ومع بداية الهجوم المضاد الذي بدأته كييف في يونيو الماضي تتوصل التصريحات باستعادة اجزاء كانت تحت السيطرة الروسية قيادات عسكرية اوكرانية اعلنت استعادة السيطرة على سبعة كيلومترات مربعة من القوات الروسية خلال الاسبوع الماضي بالاضافة الى بعض المساحات الصغيرة في جنوب وشرق البلاد ضمن هجوم كييف المضاد كما اعلن الجيش الاوكراني على لسان قادة فيه استعادة السيطرة على قرية كليشتشيفكا القريبة من بخموت شرقي البلاد هذه التصريحات سبقها اعلان كييف الاسبوع الماضي استعادة قرية اندريفكا الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات شرقي بخموت الامر الذي بادرت موسكو بنفيه والتأكيد على ان اندريفكا لا تزال تحت السيطرة الروسية وفي خطوة وصفتها كييف بانها مهمة فريدة من نوعها اعلنت المخابرات العسكرية الاوكرانية قبل اسبوع فقط استعادة السيطرة على منصات بحرية للتنقيب عن الغاز والنفط قرب شبه جزيرة القرم وبالرغم من اعلان استعادة بعض الاراضي تبقى نتائج الهجوم الاوكراني المضاد دون المتوقع فهل تستطيع كييف مساعدة حلفائها الغربيين في تسريع وطيرة الهجوم وانهاء الصراع ام ان الاوضاع ستبقى كما هي الان